هذا وقد شهد الرئيس عبدالفتاح حسيس افتتاح أعمال التطوير وتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونطرات الأمونيا بمنطقة كيمة بمحافظة أسوان وذلك ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها بأسبوع الصعيد والتقط الرئيس الصورة التذكارية مع العاملين بالمصنع ويعد هذا المصنع من أهم الصروح العملاقة في صعيد مصر وتبلغ طاقته الانتاجية ألف ومائتي طن يوميا من الأمونيا واليوريا وبلغت تكلفة التطوير أكثر من 11 مليار و600 مليون جنيه